برامج اختيار المتسابئين والمواهب الفنية والهواة والمطربين والكلام ده ما بشوفكش بتشارك كتير لا شاركت في الدوف اه يعني قليل اه لا ايا انا كنا متفق همما الناس بتخاف تكلم عمر مصطفى مفروض عمر مصطفى قامة وقيمة كبيرة مفروض ان هو يكون موجود في برامج تقييم المطربين واختيار المواهب الجديدة يعني كتير الناس تخاف منك علشان طريقتك تهاجم تقول الحقيقة بالعكس اولا بتشاركش كتير ليه لا حشارك الفترة الجاي حشارك بس انا عايز اقولك على حاجة احنا الفترة اللي فاتت كنا بنطلع موهبين بس ما عندناش الصناعة اللي يقدموه اه منتجين اصدق الصناعة ما هو مال يعني ايه الصناعة الصناعة الملحن والمؤلف والموزن الصناعة المحتوى كان عندنا مشكلة في مصر يا جماعة احنا كل زا افهم كلمة صناعة المحتوى احنا زمايلنا كلهم شاطرين بس انت عشان تصنع المحتوى وتخرجيه بشكل جيد وبتخرجيه في منتج نهائي قوي احنا مفتقدين ومش موجود عندنا عشان ده انا عشان كده بطلت سنتين عشان كده مش حنزل هين نفسي يعني فاكرة اما قلتلك انا بعاند ليه وسنيني اما اتصلت بيك في التليفون وقلتلك انا هنزل اهنا كل اسبوع انا هعمل كذا اه وفاجأة لقتيني اختفيت عارفة الاختفاق ده ليه لان حسيت ان انا انا عملت فكرة بس الفكرة دي لسه ما جابتش النتائج بتاعيتها الصحة وما لقيتش الناس اللي تساعدني ان انا عملها فبالتالي اختفت تاني لكن النهاردة وانا بقولك النهاردة هنزل بخمسة وخمسين اغنية لا انا اقدر انزل بمئة اغنية في مئة يوم اقدر اعمل كناية كل يوم اقدر اطلعلك النهاردة مطربين كتير قوي اقدمهم لمصر خلاص بقى عندي ازاي اعمل ده بقوة بس انت كان عندك تصريح انا مش هقدم حد خلاص تاني انا هشتغل لنفسي لغاية اما خلص الخمسة وخمسين اغنية واعمل تاريخ فني ليه هتوحشونا يا جماعة هتوحشنا هامل الجد يعني اذا هو مش هارف حدث انت قدمتك كبير كبير واغنيتين كمان واختافها عشرة خمس سنين ان شاء الله خفصة خمسين اغنية